نصف مليار دولار هي خسائر محتملة قد يتكبدها العراق جراء ما قيل إنتاجه كميات كبيرة من الحنطة تفوق حاجة البلاد مع عدم وجود أماكن لخزنها وهو ما سيدفع الحكومة لبيع الحنطة بأسعار قليلة إلى أصحاب المطاحن بحسب وكالة رويترز مليون وخمسمائة ألف طن حجم الفائض في محصول القمع والذي جاء بعد قيام الحكومة بدفع ضعف السعر العالمي في السوق للمزارعين على افتراض أنه إجراء لغرض تشجيع زراعة الغذاء الأساسي فبينما تشتري الحكومة طن الحنطة من المزارعين بثمانمائة وخمسين ألف دينار فإنها تعرض سعر الطن لأصحاب المطاحن بأربعمائة وخمسين ألف دينار للطن وربما يتم تقليل هذا السعر وفقا للمساومات ومع إعلان الحكومة ما اعتبرته إنجازا بشأن إنتاج أكثر من ستة ملايين طن من الحنطة رغم حاجة العراق لخمسة ملايين طن سنويا فإن النائبة أمير المعموري كشف عما اعتبرها بالفضيحة حيث أكد العثور على أراضي غير مزروعة ومع هذا تم تسجيلها ضمن المناطق التي حصدت وسوقت حنطة بالمليارات مشيرا إلى وجود مبالغة في إنتاج الدونم للحنطة بمناطق ليس فيها مياه كافية للسقي أساسا المعموري قال أيضا إن مخازن الحبوب في بابلة والصويرة استلمت كميات من الحنطة اتضح بعد فحصها بأنها تعود للعام الماضي وتم شراؤها ودفع ثمنها مسبقا إلا أن حالات الفساد والثغرات في ملف التسويق سمحت لخروجها من المخازن ومن ثم بيعها إلى الحكومة مرتين رويترز أوضحت أن حكومة السودان ستخضع للضغوط المطاحن وستبيع الحنطة لها بأسعار زهيدة وهو ما سيكبد الخزينة خسارة قدرها نصف مليار دولار تضاف لمئات المليارات التي نهبت وأهدرت بسبب الفساد وسوء الإدارة طوال عقدين من الزمان اشتركوا في القناة